ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله المحكمة ذاتها على الكاتبة بتمانية أشهر موقفة التنفيذ والمختص بالتخدير بسنة موقفة التنفيذ ووجهت النيابة العامة إلى الصحفية التي تعمل في صحيفة أخبار اليوم تهمة الإجهاد غير القانوني وممارسة الجنس قبل الزواج وأوقفت الصحفية في 31 غشة الماضي لدى خروجها من عيادة في الرباط ووضعت ريسونة التي أكدت أنها كانت تتلقى علاجا من نزيف داخلي قيد الاعتقال كما تم توقف خطيبها والطبيب المعالج والكاتبة والمختص بالتخدير في العيادة وكان الخطيبان اعتزمان إحياء حفل الزواج في منتصف الشهر الجاري نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية